قصة محروفة ذلك الشباب اللي يدخلون عن نبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله نشتغل 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 يا بزاكم الله أخير عند جيبوا لقمة حلال قال لي لقمة حلال تجهكم الله أخير لقمة حلال ثوابها كبيرة عند الله توكل زوجتك وأطفالك نعمة قال له بس والله يا رسول الله ما عدري نشكو لك يا عيب منك مستحي ما يدري قال ما أقوله قال له لحدنا هذا أخو من أخوتنا بس يصلي من الصباح لليل وميشت من الصباح لليل يصلي يا رسول الله قال لهم أكله شربه قال له له من عندنا احنا مبتلين بيا قال لهم كلكم خيرون منه انتوا أحسن منه هذا فاهم الدين غلط يدق ركعة من الصباح لليل وصاير كل على الآخرين مو صحيح يكون يطلع يشتغل خيأدي صلاة الواجبة يدرك الحرام يطلع يشتغل دين واقعي عملي مو خرافي احنا ما عدنا دين خرافي ما عدنا دين خرافي احنا دين خرافي احنا ما عدنا دين وسطي واقعي عملي عقلاني محترام جعلناكم أمة وسطا القرآن الكريم عبر أمة وسطا أمة معتدلة مرتبة وعباد الرحمن اقول آية متخمة يعني كل كلمة من كلمات آية الآية شقد بيها شغل شقد بيها شغل كل كلمة من كلمات هذه الآية شقد بيها شغل يا نفس العبادة تجي بالقرآن الكريم مقترنة بأمور خطيرة وكبيرة ومهمة يعني اكو شنو عبر تعبير آخر اكو رسوم للعبادة في آيات القرآن الكريم القرآن من يذكر العبادة في كل موارد ذكر العبادة يربطها بأمور مهمة مثلا قرآن الكريم لما يذكر العبادة يربط العبادة بالكفر بالطاهوت هسا الطاهوت صنم الطاهوت حاكم ظالم الطاهوت إنسان متجبر متكبر الطاهوت شيطان رحم كلمة الطاهوت يسع كل هاي المعاني وين القرآن من يذكر العبادة يربطها بالكفر بالطاهوت مثلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت هذا رسم من رسوم ذكر العبادة في القرآن الكريم عبادة يعني أنت ظهري للطاهوت مو أصفق لي وأهوس له بل أعطي ظهري وأعلن أو 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 ما أعطي ولائي ما أعطي ولائي بل أتبرأ من أفعاله إذا ظلم إذا سرق إذا قتل أقول اللهم إني بريء لكم ما يفعل هذا الظالم حتى ما كن شريكة يعني عبادة مع كفر بالطاهوت هذا رسم من الرسوم الموجودة في القرآن الكريم مثلا رسم آخر عبادة وتقوى اعبدوا الله والتقوم والعبادة توصل الإنسان للتقوى إذا أداها بشكل صحيح كتب عليكم الصيام الصيام عبادة يوم عبادة عبادة كما كتب على الذين لعلكم تتقون فالصيام العبادة وين وصلنا للتقوى ولهذا أشي في آية غير آية أعبد الله والتقوم ترجمة ذلك آية الصيامة هذا رسم ثاني حتى من أقول لك هذا الكلام ما تتصوي على شعارات حقائق تعسوا إذن حقائق ما زعسوا في شعارات أقول للك كلمة العبادة في ثقافتنا الجينية مش تحمل من كلام مجلسا لا هذه الأمور اشتركوا في القناة